اشتركوا في القناة طبعاً هذا الدرس هذا هو الدرس التعني طبعاً اللي خصك تعرف عزيزي التلميذ انه من اللي نبغيو نحكيو نقدرو نحكيو إما في الحاضر يعني لبرزن وإما في الماضي يعني لباسي طبعاً اللي كيهمنا هو الحكي في الماضي هذا باش غتكون عندي مثلاً يعني حكاية فلابد من أنني نستعمل الحكي والوصف معاً لذا باش نحكي خاصني نعرف أو خاصني نصرف كذلك الأفعال في زمن لباسي سامبل اللي هو زمن الماضي وباش نوصف خاصني نصرف الأفعال في زمن ديال لنبغفة هذا من جهة من جهة أخرى خاصني نعرف بأن فسنا لديو طن دي ريسي اللي هو ما لباسي سامبل و الانبغفة عندهم دوفر اللور عندهم دوفر والور معناه ينقدرو نستعملوهم استعمالات أخرى مثلاً راضي نبدأ بل 비�باسي سامبل كي تستعمل في الحالات الآتية أكسيون سودان أكسيون سودان ملي تكون عندي حادث مفاجئ يعني بعض الكلمات بحال سودان برسكمان بريتالما un jour un matin حادث مفاجئ هنا لذلك نصرفو عو تاني في لباسي سابل ملي كيكون عندي إن أكسيون بريف إن أكسيون بريف معني تحادث قصير في المدة ونستعملو كذلك ملي كون عندي ديزاكسيون سوكسيسيف يعني إحداث متوالية يعني متتابعة فيما بعد ياتيها وطبعا الاستعمال الأولي وهو الحكي في الماضي يعني راكونتي ولا ناري أما لطن دو لن بارفة فكي تستعمل في الحالات الآتية أولا أكسيون أكاركتير دوراتيف معناه حادث المدة ديالو طويلة يعني لفرب هاداك لفرب اللي كيكون مصرف في المبارفة تيكون المعنى ديالو أو المدة ديالو طويلة أكسيون أبيتويل تيكون عندي حادث أو أحداث أبيتويل يعني حادث بس كنقومو به في العادة وكيكون طبعا هنا كيكونو دي زينديكاتور ديالو طن بحال مثلا شاك ماتن شاك فندردي شاك جور ديالو طويلة أكثر عزيزي التلميذ لازم تعرف بأن الحكاية يعني أنغيسي تعني هي الحكي والوصف ثم الحكي والوصف ثم الحكي والوصف ما إلى ذلك يعني سلسلة يعني أنغيسي هي سلسلة من الحكي والوصف طبعا هذا كامل مشروح على شكل خططة في أسفل هذا الفيديو هذا وفي الأخير أتمنى لجميع تلميذ تلتا إعدادي النجاح والحصول على نقاط مشرفة في مادة اللغة الفرنسية وتخطي طبعا عقبت أن اللغة الفرنسية صعبة واعلم أن الصعوبة عزيزي التلميذ فقط في عقلك وليس في اللغة في حدي ذاتها دمتم متألقين وناجحين موعدنا في فيديو آخر والسلام عليكم شكرا